اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدم المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الرخامة وتقطع عليها كل الخضار او كل اللحوم او السلطة او اي حاجة انت عاوزاها ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر ان انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مفرامة الخضار طبعا طريقة استردامها سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض الاداة دي بيجي معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تقطعي من خلالها مختلف انواع الخضار باشكال كتير قوي وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداة اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطعي عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطعي عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه علي الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمنشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزاها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فضلاب المطبخ هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل المنظم ده بياخد معاك نوعين من التوابل يعني ممكن تحط الملح والفلفل مع بعض وتستخدميه من خلال منظم واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض دلوقتي هنشوف عندنا منظم بيكون لي كذا استخدام تقدر ان انت تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي بيه الشربات او الملابس الداخلية او تقدر ان انت تثبتيه في المطبخ وتنظمي بيه مختلف الاكياس اللي بتكون عندك واستخدامه سهل جدا وعملي وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على قدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مقسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظمي فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظمي بيه اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعضها عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظمي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به بعد كده هنشوف عندنا اداة تنظيف الميريات والاداة دي بتيجي عبارة عن اسفنجة واشاطة في نفس الوقت بيبقى فيها جزء مخصص كده تقدر ان انت تدي فيه فيه سائل التنظيف وهي بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بيها الميريات او الشبابيك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا سلة تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درجة او على ضلاب المطبخ وترمي فيها اي بواية اكل او اي حاجة تانية انت عاوزيها هنا بقى هنشوف مع بعضها عندنا مقشرة ومبشرة في نفس الوقت تقدر ان انت تقشري بيها مختلف انواع الخضار وكمان تقدر ان انت تبشري من خلالها الخضار بشكل متساوي زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المنفضة او ازدعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الادوات والاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف وطبعا تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت تثبتيها على مختلف العبوات وهي بتساعدك ان انت تستخدمي كل العبوات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطبعا زي ما انت شايفة كده معايا الاداة دي بتشتغل بالاشعار بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطاير وتقدر يتحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدر ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا تقدر انك تمسكي بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحزياء بتاعت الحمام بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدولاب وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطعة اللي بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او اي حاجة احنا عاوزينها في اي مكان عندنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده معانا منظم الاحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كزا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تسبتيها عندك في الدولاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظمي فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظمي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظمي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وهنا معنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفي فيه سبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه بعد كده هنشوف عندنا قطاعة البطيخ اللي بتيجي عبارة عن سكين وشوكة في نفس الوقت وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي الثلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت تلات طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت اسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر